لا 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 جنة 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 درب المؤمن جنة جنة لا الهدى ان الله محمد رسول الله عن الحسن قال كان رجل تسمعوا لهذه القصة يسمعوا لها جيدا قال كان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للانصار يكنى بابي معلق وكان تاجرا يتجر بماله وبمال غيره يضرب به في الافاق وكان ناسكا ورعا فخرج مرة فلقيه لص لص مقصنع بالسلاح قال له ذلك اللص ضع ما معك فاني قاتلك قال ما تريد من دمي خذ المال قال اما المال فهو لي ولا اريد الا دمك قال اذا اتركني اصلي اربع ركعات انها الصلاة يا عباد الله قال اتركني اصلي اربع ركعات قال صلي ما بدى لك يقول ثم صلى اربع ركعات فكان من دعائه في اخر سجوده انه قال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المتين يا فعال لما تريد اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملار كان عرشك انتك بيني شر هذا اللص يا مغيث اغذني يا مغيث اغذني يا مغيث اغذني فاذا هو بفارس قد اقبل بيده حرب قد وضعها بين اذني فرسه فلما بصر به اللص اقبل نحوه فطعنه فقتله ثم اقبل اليه قال لي قم فيقول قمت فقلت من انت بابي وامي فقد اغاذني الله بك اليوم فقال انا ملك من اهل السماء الرابعة يقول انا ملك من اهل السماء الرابعة دعوت بدعايك الاول وسمعت في ابواب السماء قحطة يقول دعوت بدعايك الاول وسمعت في ابواب السماء قحطة ثم دعوت بدعايك الثالث فقيل لي دعاء مكروب فسألت الله ان يوليني قتله اسمعوا يا اهل الحاجات اسمع يا مكروب اسمع يا مهموم اسمع يا مظلوم قال الحسن فمن توضى وصل اربع ركعات ودعى بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان او غير مكروب سبحان من اذا دعاه الغريب نجاه ومن اذا دعاه الغايب رده واذا دعاه المبتلى عافاه واذا دعاه المظلوم نصره واذا دعاه الضال هداه والمريض اذا دعاه شفاه والمكروب اذا دعاه فرج عنه ما اتاه ليتنا ندعو الله كثيرا ليت ضعفنا يتصل بقوته وفقرنا يتصل بقوته رضاء الله غير الله لا لحمه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة